اشتركوا في القناة أبناء مملكة البحرين بما تحقق من نجاح خلال الانتخابات بمشاركة شعبية مشرفة فاقت 73% مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واللجنة العليا للانتخابات واللجن الفرعية المساندة وكافة الجهات المعنية وجميع العاملين والعاملات في مراكز الاقتراع والفرز والفرق التطوعية في إنجاح الجهود التنظيمية للانتخابات النيابية والبلدية بعد ذلك أكد المجلس على أهمية لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على صعيد دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين على كافة المسارات كما أكد المجلس على أهمية تمرين مكافحة الإرهاب البحريني الإماراتي المشترك جلمود ثلاثة الذي حضر ختامه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله منوها في هذا الصدد بجهود اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إدارة التمرين بعدها هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2022 والذي أقيم تحت رعاية جلالته وأنبى لافتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بما شهده المعرض من نجاح ومشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطيران مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وكافة الجهات التي ساهمت في نجاح وتنظيم المعرض بعد ذلك أكد المجلس على أهمية المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 الذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة وأنابى جلالة الملك المعظم لحضوره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما نوها المجلس بنتائج مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية والتي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة متطلعا المجلس لمواصلة الجهود الدولية في التصدي للتغير المناخي وتحقيق الأمن البيئي خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في ضوء الاطلاع على تقرير مرفوع بهذا الشأن ثم دان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الصديق وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين بعدها أكد المجلس موصلة مملكة البحرين في رسالتها ومبادراتها الهدفة لترسيخ قيم المحبة والتسامح بما يدعم جهود تعزيز السلام والاستقرار وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام بعد ذلك قرر المجلس ميلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ومذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بجمهورية اليونان بشأن التعامل في مجال التدريب الدبلوماسي مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة حول إطلاق برنامج تكامل والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح التي تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بمجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10% مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على مشروع قانون مقدم من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وقد تلقى البرنامج منذ إطلاقه في أغسطس 2022 لغاية نوفمبر الحالي 1914 طلباً للاستفادة من البرنامج وشهدت الطلبات على برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة إقبالاً واسعاً تجاوزت الطلبة على الخدمات الإسكانية الاعتيادية بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن نتائج الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الحادية وثلاثين وتقرير مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان والزيارة التي قام بها وفد مملكة البحرين الاقتصادي برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى إسرائيل وزيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى المملكة المتحدة وزيارة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى إسرائيل والمشاركة في منتدى مسك العالمي اشتركوا في القناة